استقر مسؤول النادي المصري البورسعيدي برئاسة كامل أبو علي على رحيل أهاب جلال المدير الفني للفريق الأول لقرة القدم من منصبه وعلم أن مسؤول النادي المصري استقروا على إقالة أهاب جلال بعد اشتباكه مع جماهير بورسعيد عقب مباراة الزمالك فضلا عن تزبزب نتائج الفريق منذ بداية الموسم ومن المقرر أن يعقد مسؤول النادي المصري البورسعيدي جلسة مع أهاب جلال خلال ساعات لحسم أمر رحيله عن تدريب الفريق وانهاء مستحقاته المالية والشرط الجزائي المنصوص عليه في عقده وسوف تحسم إدارة المصري ملف المدير الفني الجديد خلال الساعات القليلة المقبلة وتعادل المصري مع الزمالك اتنين اتنين في المباراة التي قيمت بينهما مسائل خميسة على أستاذ الجيش ببرج العرب في الجولة الخمسة من بطول الدوري الممتاز ويحتل المصري المركز التاسع في جدول تدريب الدوري بخمس نقاط رغم الصفقات القوية التي عقدها المصري هذا الموسم تحت تخطيط إهاب جلال المدير الفني وكشفت بعض التقارير الصحفية إلى أن النتائج ليست وحدها السبب بل ما صدر من الكابتن إهاب جلال بحق جماهير بورسعيد حيث تعرض الكابتن إهاب جلال للسيل من الانتقادات الحادة جعلته يقوم بالإشارة تجاه حزاؤه للجماهير الغاضبة ليقرر مجلس كامل أبو علي فورا الإطاح به بعد تراقم النتائج السلبية بجانب ما فعله مع الجمهور ترجمة نانسي قنقر